السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل محبة وسعادة معكم طارق الجاسر وهذا المقطع مقدمة قبل مراجعة الجهاز اللي أعلنت عنه لينوفو وأنا قلت لازم أتكلم عنه لأن عندي النسخة الأولى منه تذكرون مراجعتي للابتوب تينك بوك هذا الجهاز اللي كان خارق جدا طبعا بتلاحظون في قناتي لو بحثتوا عنها بتلاقون المراجعة كاملة بصمة الأصبع الشتر أو الحماية للكاميرا بالإضافة إلى الستايل أو الهيكل المعدني لكن لينوفو فاجأتنا بمنتج جديد وحديث جدا عملت الإصدار الثاني تينك بوك بلس طبعا هو شبيه بالجهاز اللي معاي ونفس الأداء القوي طبعا مع تطورات أكثر الجهاز زي ما تشوفونا هيكل معدن من الخارج قوي وسميك وطبعا يتحمل الصدمات يتحمل العمل أو الهارد ووركرز أو القطاع الأعمال بالإضافة أنهم عملوا بعض التحسينات على الجهاز وليش شالوا زر التشغيل وخلوه من الخارج طبعا خلوه من الطرف مع بصمة حتى يستفيد الشخص اللي بيكتب النوتس على الشاشة من بصمة الأصبع وما يحتاج يفتح الجهاز بكل مرة طبعا أنا الشي اللي طمني في لينوفو أنها تعتبر الشركة الأولى عالميا في مجال الحواسب المحمولة أو الحواسب الشخصية بالإضافة أنه عندها شراكة عميقة مع مايكروسوفت من ناحية ويندوز 10 برو موجود على هذا الجهاز بالإضافة شراكة عميقة أيضا مع انتل بمعالج الجيل العاشر وهذا الشي أنا شخصيا يخليني أطمن أني أستخدم أجهزة لينوفو الحلو في هذا الجهاز أنه تجربة مختلفة جدا عن أي لابتوب ممكن إحنا نجربها ليش؟ لأن فيه عدة مزايا وأهم ميزة الشاشة الخارجية طبعا الشاشة الخارجية تجينا بالحبر أو الحبر الإلكتروني أو اللي يسمونها أبيض وأسود سموها زي ما تبغون لكن مهمة جدا خصوصا للأشخاص اللي يتنقلون بكثرة وما عنده وقت أنه يفتح الجهاز كل مرة يحتاج إلى معلومات لأنه من الشاشة الخارجية نقدر نوصل إلى الكي نوت نقدر نوصل إلى تطبيقات عديدة نقدر نكتب بعض الملاحظات نقدر نستفسر عن الطقس نقدر نستعرض قائمة التقويم ونقدر أيضا نتصفح كثير من البرامج والتطبيقات بمجرد استخدام هذه الشاشة وخلونا نتخيل هذا المشهد أنت موجود في اجتماع قائم وحاط الجهاز على الطاولة ومسكر الغلاف وجاء لستكتب بعض الملاحظات على الشاشة الخارجية بعدين طلبوا منك بعض المعلومات فاضطريت أنك تفتح شاشة الجهاز هل بيشوفون الملاحظات اللي أنت رح تكتبها؟ طبعا لا على طول بتتغير إلى رسمة أو صورة حتى تحافظ على خصوصيتك وهذا الموضوع مهم جدا وبما أنه جهاز مخصص للأعمال فهو يحتاج إلى منافذ مناسبة للاستخدام على سبيل المثال موجود فيه منفذ الـ HDMI وأيضا الـ USB Type-C وأيضا فيه الـ USB 3 عندنا منفذ الباور أو الشاحن بالإضافة إلى منفذ السماعة مع المايكروفون بنفس المدخل بطارية الجهاز ممكن تبقى معنا إلى عشر ساعات طبعا قوة الشاحن 65 واط وإحنا متعودين أنه اللابتوبات اللي تكون مخصصة للأعمال يكون شكلها شوي يعني عملي أكثر من ما هي تكون أشكال ستايليش لكن في هذا الجهاز الغلاف المعدني والرسمة الجميلة كأنها لوحة من ناحية الكيبورد أو الشاشة الخارجية واللي أنا أعتبره اختراع فريد جدا وممكن يغير أسلوبنا في استخدام أجهزة اللابتوب أو الجهاز المحمول فيه نسخة ب16 جيجا بايت الرام وأيضا فيه نسخة ب32 جيجا بايت الرام أما من ناحية المساحة فيه مساحة 256 جيجا بايت وفيه مساحة 512 جيجا بايت وهذه كانت لمحة سريعة عن لابتوب ThinkBook Plus واللي إن شاء الله إذا كان متوفر راح نجيب الجهاز ونعمل له مراجعة وراح أوريكم كيف نستخدمه كيف نستخدم القلم والشاشة الخارجية والداخلية ونقيس أداء هذا الجهاز اللي ممكن يغير أسلوب حياتنا في استخدام الأجهزة المحمولة كان معكم طارق الجاسر وفي أمان الله